تساعد وزارة الصحة العراقية لجميع الاحتمالات التي يفرضها الانتشار السريع لفيروس اوميكرون رغم بقاء الإصابات اليومية دون الأربعة ألاف موضحة أن مفاجآت الفيروس تساعد حذرا شديدا خاصة مع استمرار تهاور المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحة وقال مدير التعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريح صحفي أن هناك متابعة يومية واسبوعية من قبل الجن الاستشارية بشأن مؤشرة الوباء حيث تعمل على رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية لاتخاذ الإجراءات المشددة المناسبة بالشأن السيطرة على كورونا وأشار العبيدي إلى أن مدة إصابة المريض وشفائه بالسلالة الجديدة أقصر من سلالة دلتا وبالتالي قدمت الوزارة نصائح والتوصيات بأن تكون إجازة الموظف بالمتحور الجديد أمدها يتراوح بين 5 إلى 7 أيام فقط إلا في حالات خاصة عندما تكون الإصابة الشديدة بحسب الوضع الصحي للمريض ترجمة نانسي قنقر